هزيزي أنا أراك أراك تعمل وتشتغل على نفسك وتزور يوميا العيادة السماوية الربانية تزور طبيبنا المقدس الله الرحمن الرحيم لأن دواءه علاج وشفاء لكل داء أنت تحاول أن تفهم نفسك تحاول أن تفهم ألمك تعود إلى داخلك إلى نفسك لكن في أحضان الرحمن فترى أو سترى كل شيء بوضوح هذه قراءة عاطفية وطاقية ليس لها زمان ولا مكان هذه تصلح لليوم الغدى والعامل للجيء إذن أراك تتشافى في أحضان الله فتعود إلى هدوئك وتوازنك ومن ناحية أخرى تتشبث بالصبر تتشبث بالأمل والصبر الجميل بالنسبة للحبيب هذا الحبيب دعوني أقول لكم أنه إذا كنت أنت تعاني وتفكر باستمرار وتحلم به فهو يحدث له نفس الشيء هذا الحبيب عنده أزمة نفسية وعقلية لأنه لا يمكنه التخلص من المشاعر هذا الحبيب قد يكون كذلك روحاني مثلك إنسان طيب إنسان جميل قد تكون روحانيته عالية وعواطفه سامية ونبيلة على الأقل هذا ما أراه أراه في هذه الأوراق الجميلة أوراق روحانية بزف واحد جوج ثلاثة أربعة يعني هذه العلاقة ليست عادية ليس حب طبيعي هذا حب سامي هذا الحبيب قلت أنه يعاني أزمة داخلية ولكن من جهة أخرى كذلك لا يمكنه الحديث عن الموضوع لأنه يخاف من مواجهة الآخرين يخاف من محيطه يخاف من أن لن يفهم وضعيته ومشاعره وبداخله طاقة تمرد عنيفة يحتاج كثيرا للتعبير لإخراج هذا الوجع الداخلي هذا الحبيب يبكي هذا الحبيب يبكي هذا ما تقوله هذا الكارت وهذه يبكي سرا يبكي في خفاء لا أحد يسمعه يعني البكاء الداخلي البكاء الداخلي الذي هو أسوأ بكثير هو من الأفضل أن تبكي دموع لأنك ترتاح بعد ذلك لكن أن تبكي بدون دموع هذا أسوأ ما في العالم يعني معاناة قوية أرها هنا يعني معاناة هذا الحبيب الذي تسأل عنه هذا الحبيب يصرخ يصرخ بداخله لا أحد يسمعه صراخ يذيب الصخور يذيب الجبال هذا الحبيب يسأل الله ويسألك أنت يدير تخاطر يعمل تخاطر معك لماذا سهم حبك ما زال مغروز في قلبك في قلبه ويعرف أن أنت لديك قدرة إزالة هذا السهم هذا الحبيب يسأل الله يبحث عن رحمة الله لأنه يعاني كذلك هذا الحبيب يصلي يدعو الله كثيرا لأنه لا يتحمل بعده هذا الحبيب مسكين ينبس قناع لكي لا يكتشفوه لكي لا يكتشفوه لكي لا يكتشفوه هذا الحزن الذي في قلبه لكن الملامح ديال ملامح وجهه تفضحه يعني باين في وجهه بأنه يعاني وباين كذلك بأنه يحبك أنت قد يكون هناك طرف آخر لذلك سبب كل هذه الأسرار وهذه المعاناة والخوف من المواجهة وكل هذه الأشياء هذا الحبيب لا يفهم لا يفهم لماذا هذه المعاناة لا تنتهي لا تنتهي طبعا لا تنتهي يا عزيزي لأنك تحبه أو تحبها كما قلت هذا الحبيب ربما معلق ولا يمكنه الوصول إلى هذه النجمة الرائعة النجمة المقدسة بالنسبة لك له وهذا الحبيب مغرم هذا الحبيب يعشقك كما تعشقه هذا الحبيب يتمنى يعني حتى الكارتات سبحان الله واضحة يعني رسالة واضحة أنه يحبك أنه يتمنى إعطاؤك ما ماذا استحقه أنت وما يستحقه هو كذلك لأنه يعاني ويحتاج إليك أستغفر الله يا ربي الحبيب في محيط هذا الحبيب نعم هناك حنان نعم لكن يعني حنان من طرف من طرف طرف آخر من طرف شخص آخر قد يكون لديه طرف آخر وهناك حنان لكنه جائع هذا الحبيب جائع لماذا؟ لأنك أنت من تغذي الروح وليس الطرف الآخر يعني هذه علاقة يعني صعبة مسكين أنا أعطف على هذا الحبيب الذي تسأل عنه لأنني أرى أنه يعاني أنه يحبك وهو إنسان طيب إنسان مخلص لا يمكنه أن يؤذي أحد لذلك يتعذب تفهمون قد تكون هذه علاقة ثلاثية ولديه طرف آخر وهو إنسان طيب لا يمكنه الإساءة لأحد لكنه يتعذب ويحتاج إليك لدرجة أنه في أزمة نفسية وعقلية مهم الله يكون في عونكم أنت دائما معه دائما دائما روحه روحك روحك أنت أو روحك أنت تطوف حوله يعني طاقتك كالطير حوله معه دائما دائما موجودة هذا يشعر بك يعني عنده تخاطر هو يمارس معك تخاطر تخاطر قوي جدا يشعر بك والعكس هو صحيح ربما أنت كذلك تمارس تخاطر مع هذا الحبيب لكن تخاطر غير كيف أجل نشرح لكم يعني تخاطر تلقائي روحي يعني لا تفكر اليوم سأمارس تخاطر لا هذه الأشياء هذه روحانية وهذه طاقة يعني تخرج من الكيان نابعة من الروح يعني بدون شعور بدون شعور هو يمارس تخاطر وأنت كذلك يعني الطاقات أقوى من الأجسام أجساد بعيدة والأرواح قريبة هذا ما أريد أن أشرح وهو يشعر بك دائما وأنت ربما كذلك تشعر به معك وأن نطاقته تطف حولك هذا الحبيب يشعر أنه مريض أنه وحيد حتى مسكي نبرة صوته هذا الحبيب فيها نبرة فيها وحد الحزن عميق وأسى كبير حبيبك يحبك حبيبك يحبك والقدر سيجمعك بهذا يعني كتب يعني هذا الحب مقدر ومكتوب خلوني أريد أن أرى ماذا سيحدث ماذا سيفعل ما هي نهاية هذه العلاقة هل ستنتهي هذه المعاناة أخيرا هناك المزيد آسفة يعني هذا ما أرى هناك المزيد من المعاناة هذا الحب حب جميل بزاف لكن هناك طرف آخر وهذا صعب جدا هناك الكثير من المعاناة آسفة رغم صفاء هذا الحب ورغم أنه حب عظيم وكبير أرى هناك شخص آخر شخص آخر هناك شخص آخر وربما له قدرة كبيرة لكي لا تكون أنت مع هذا الحبيب وخب اللي تخليوني سأحاول هذا الحبيب يدعو الله ليلة نهار يدعو الله بزاف يدعو الله لكي يجمعك يجمعكما تحت سقف واحد هذا الحبيب غير سعيد في محيطه غير سعيد هناك شخص يسيطر كثيرا على حياته لكن هذا الحبيب عليه أن يكون قويا وعليه أن يدفع على حبه فهو يحبك نعم يحبك بعد مرور هذه العلاقة بطيئة يعني لن ترى تغيير يعني ما نكتبش عليكم أقول لكم ما أراه لن ترى تغيير غدا ما غديش تشوفوا تغيير العجيب غدا لكن هذا الحبيب بعقله نهاية واضحة يعني يخطط أنه يريد معك كذا وكذا بوضوح يعني هو في الأخير سيكون سيسيطر وسيكون قوي وسيفعل ما يمليه عليه قلبه وليس عقله ولن يهتم لأراء الآخرين لأن هنا العدالة السماوية ستقوم بعملها الحماية الربانية كذلك وهذا الحبيب وأنت ستخلقان من جديد معا هناك رسالة هناك تواصل وهناك عطاء الله في الأخير في الأخير هذا الحبيب سيكافح من أجل هذا الحب يعني ستراه قوي ستراه يتغلب على كل الصعوبات وستراه اهتمام كبير ستراه تواصل مستمر سيحكي لك أشياء كثيرة سيعترف بأنه مر بمرحلة قاسية بعيد عنه يعني وسيحكي لك مشاكل عاشها بعيد عنه في محيطه ربما ردت فعلك أنت ستكون شوية برودة رغم حبك الكبير لكن هذا الحبيب سيصر وسيصر لذلك أعطف عليه سنشوفوا ما هي الرسالة السماوية هي قراءة كانت قراءة معقدة معقدة جدا رأيت الكثير من الألم لكن شوفوا الله هناك تطور تطور جميل وهناك تحول هذا الحبيب كما قلت ستغير تغيير كبير جدا لأنه سيسيطر على كل على كل العقبات على كل الصعوبات كما قلت هذا الحبيب ستعرفون ماذا سيحدث بفضل كل هذه المعاناة في الحقيقة هي شيء إيجابي لأن بفضل هذه المعاناة هذا الحبيب سيتغير سيتغير هناك تطوير وهذه الكرط هي رسالة لك تقول لك أن تثقي بهذا الحبيب لأنني قلت لكم أن ردة فعلك ستكون البرودة وهذه تقول لك حسن الظن أن تثقي الثقة ثقة في الله وكذلك في هذا الحبيب سير بالنيا لا تخاف سير يا عبدي بالنيا لا تخاف ومالنيا يغلب كما يقول في المغرب نيتك يجب أن تكون حسنة دائما وهكذا ستتغلب أنت كذلك على كل العوائق كفتات جميلة هذه العلاقة ستعرف تطور عالي وهناك تغيير تغيير روحاني يعني هذه المعاناة هي في الحقيقة كذلك درس روحاني المعاناة تجعل الإنسان أفضل يتطور تجعل الإنسان أفضل وذبذباته بعد ذلك تكون ذبذبات عالية ذبذبات حب وتجعل الإنسان يبحث عن سعادته وسعادته معك وسعادتك معه كانت قراءة في الأخير إيجابية رغم المعاناة التي رأيتها لكن في الأخير هذا الحبيب لن يتحمل العيش بدونك أرى الكثير من الهدايا العاطفية من طرف حبيبك أنت في الأخير بعد كل هذه المعاناة أنت ستشعر أنك أسعد إنسان فوق سطح الأرض أنت ستشعرين أنك أسعد امرأة في هذا الكون ليس فقط فوق سطح الأرض بل في هذا الكون كانت قراءة في الأخير إيجابية هذه رسالة الملائكة لك أنت أنا رابط يجمعك بين الأرض والسماء بين إنسانيتك وجانبك الروح جانبك الروحان أنا هنا لأساعدك لأساعدك على الشفاء لأجعل الصعوبات والعوائق تختفي تختفي ولأزيل كل الطاقات السلبية من قلبك ومن روحك أشعر أشعر بقلبك وبتفكيرك والحب سيخلق التوحد أرسل لكم كل طاقة إجراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر